هنروح للكرة السلة يا رجال طبعا زي ما حضركم عارفين الدوري واقف الدوري واقف ليه المنتخب متجمع؟ فيه تصفيات بطولة أفريقيا اللي تتلاقي بيوم 27, 28, 29 تصفيات المنطقة الخمسة الأفريقية هتلاقي في اسكندرية طبعا بقايدة الكابتن مرعي مدير فني نادي الاتحاد وايضا مدير فني منتخب مصر انضم عندنا خمس لعيبين للمنتخب عمر الجندي عمر طريق هاب أمين حاتم البحيري محمد أبو النص انا عايز اقف هنا بس الخمس لعيبة طبعا احنا عندنا فيه لعيبة تستحق الانضمام للمنتخب زي الجمال طبعا للفترة اللي فات كان عامل موسم كويسة يمكن الاصابة اثرت عليه الموسم اللي فات الموسم ده عامل موسم كويس جدا عندنا مجموعة من لعبين تستحق تخش المنتخب ولكن الخمس لعبين خلينا اقولكو عمر جندي عمر طريق هاب أمين طبعا حاتم البحيري محمد أبو النص ثلاث لعيبة من اللي راحين المنتخب من الصفقات الجديدة السنادي والسنة اللي فات ده يدل على ايه ده يدل على الكواليتي والجودة اللي بيتم اختيار بيها اللاعبين اللي تنضم النادي الأهل وده اللي كنا بنقوله زمان ده اللي كنا بنقوله ايه زمان ان احنا محتاجين لعيبة من نوعية معينة عندنا عمر الجندي عمر طريق هاب أمين التلاتة خلال السنة اللي فاتت والسنادي انضموا كصفقات جديدة الحقيقة ده برضو عندنا حتم البحيرة ايضا كان احد الصفقات اللي انضمت قبليهم بسنة ومحمد ابو الناصر قبليهم بسنة يعني اصدق لكم انه النادي الاهلي دلوقتي مش بس صفقات لا صفقات من جودة معينة جدا وخلي بالكم ابو الناصر اصلا من ناشئين الاهلي يعني اصدق لكم انه النادي الاهلي دلوقتي سواء في كل الععب خلي بالكم حتى السيدات بينقوا لعيبة من نوعية معينة ليفل وان مش مسموح غير بليفل وان ده تفكير عشان دايما نعتلي المنصة الحقيقة ده اللي لفت نازل وحبيت اقولكم عليه في طبعا في كرة السلة